مؤشرات سجلتها مندوبية بسكرا لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فتحت الباب أمام الكفاءات الشابة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة حيث كشف رئيس السلطة ببسكرا أنه من بين المترشحين أكثر من 50 من الماء شباب ونحو 40 من الماء جامعين فضل عن موجود إطارات بمختلف التخصصات ضمن القوائم هذه المرة لاحظنا من بين 37 قائمة المقبولة مبدئيا أكثر من 50% شباب و40% جامعيين منهم دكاتيرا منهم أساتذة بالجامعة منهم أطباء منهم صيادلة إلى غير ذلك أقل شهادة جامعية شبناها هي شهادة الليسونس كما كشف ذات المسؤول عن وجود 68 من الماء جامعيين ضمن هيئة التعطير المؤطرين تم اختيار المؤطرين على أساس الكفاءة الحياد وكان الاختيار في الجامعيين الجامعيين الآن يمثل في تعطير أكثر من 50% على مستوى ولاية بسكرة بالضبط نقدر نعطيك العدد هو 68% الجامعيين تم قبول 11 قائمة من بين 37 قائمة 9 قوائم حرة وقائمتين تمثل حزبين سياسيين وبلغة الأرقام تم اعتماد 11 قائمة بشكل رسمي تشمل 9 قوائم حرة وحزبين لتبقى عملية التحقيقات متواصلة معتمدة على ضرورة أن يكون المترشح ذو سيرة لا تشوبها أي شائبة اشتركوا في القناة